ليش طردوني من قضية وزير التربية تدري ليش؟ ليش؟ لان جيتهم ببرنامج ما بيبوك قلت لهم نبني 15 ألف مدرسة بالآجل مقابل فائدة بوينت واحد ناخذها من عدنا صحاب الرواتب الكبيرة الفوائد والأموال التخصص للمدارس المدة 10 سنوات نطيها حتى نبني المدارس المدة السنتين يصير كل الدوام صباحي ما قبل لو طردوني ليش ما خلوني ما خلوني لان ما بقيت ما جبت لهم مشروع يبوقهم هذا المستثمر هاي شركة هنوى أو غير هنوى راح تجي تشتغل بفلوسه ما تطيهم هم يريدون كل سنة تنحال ألف مدرسة ألفين مدرسة جهل فقر ازدياد أعداد الطلبة حتى تحتار الناس بالطيال بالطلاب بكذا 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 أسألك بالله حتى المدارس الأهلية تشتغل حتى تشتغل حتى الجامعات تشتغل تدري تحويل إجازة الجامعة بيش بأربعة إلى ثلين مليون دولار تحويل إجازة الإجازة مال منح الجامعة وخاف يكذبون عليك البعض ما أقول الكل والله العظيم يكذبون ماكوا واحد قد ما قدم فروض الطاعة بالأموال يا الله توقع هذا إلا ما ندر قد يكون تابعا لحزب جو والعباية لأنه أكو بعض الجامعات والله العظيم ما أقول لك يعني أحسن أخافه أقول لك فإسم ما يليق بالبرنامج ما يليق بالمستمع ويطلع عندنا واحد لاحظوا لا بخت يظل يصولف والله كلك كاظم الصيادي سؤال فيك والله العظيم أكو بعض الأفضل وأنظف من بعض الجامعات زين؟ لا موقع جغرافي لا تخصيص لا حمامات لا قاعات دريس لا تقنية حديثة لنتابع لفلان وفلتان وعلان ترجمة نانسي قنقر